الخبر أوله中 في شهرين بيوتي ووصوله سبب الانستجرام للأربع مليون مشترك فإن شاء الله ألف 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 مبروك إن شاء الله أقبال أي 10 مليون يا رب وطبعا ل International جاهزة لذلك يا حباة الانجاز الخرافي أما بالنسبة الريدر يا حباي بوصوله سبب التيك توك للمئة ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك أقبال المليون يا رب يوصل بسرع وقت واللسؤون يا حباي نتبار كلها بالكومنتات على هذا الإنجاز الخرافي روح حالي الأمراض اليوتيوبر وهو الشيرين بيوتي ونارين بيوتي نارين بيوتي يا حباي نزلت هذا الستوري كانت بكل استوري عبارة عن أدوية ونوعا ما قاعدة تبتي وبالستوري اللي بعد تقول به إنه هي الشيريني شكله منصبه بالكورونا فالله شفيهم يا رب إن شاء الله ما بيهم من الخير وعافية وطمعا دلهم يا حباب بالكومنتات والله شفيهم يا رب أما بالنسبة البيسان وأناس يا حباي بالنسبة الأول شيء فماذا المتابع صار التهجمون على بيسان بسبب تنزيلها هذا الستوري نوعا ما تشاملها بيسة شوية ظاهرة من وراء مثل ما شافين يا حباب كان مفروض غبشها شوية تهجموا عليها يا حباب كان مفروض إنه دقصة ذلك بالمونتاج ما يدركتون للكومنتات يا حباب هل استحقت التهجم تعرضت له أو لا بسبب ثانا شيء يا حباب اللي هو النزيل السوريات بعد سوريات البوكاء نزلتها مبارحة وشان دلت تشكر بها المتابعين عن وقفتهم وياها هل العراق ونفس الوقت أنس شاي بيعلن إنه هذه الشركة ما رح تفق البلع عن بيسان رح تسوي عليها تهجم شكل مطبيعي رح تقوم السوريات شوفوها بكير حبايبي كيفكن شو أخباركم شوفو من فاي بكير أنا وأنس حبايبي اليوم الحمدلله أنا صرت أحسن شكرا لكل الناس اللي سألت عني ولكل المحاميين اللي اتصلوا فيني والناس جد بشكركم أنتو اللي بتقووني دائما وتخلوني إنه تخطأ أي شي عمبر فيه صعب المهم حاليا بوعدكم والله العظيم إذا بأقرب وقت بسهل ما بتخلص لنعمل نجوم بالسوشال ميديا نخلي كل الدنيا تعرف فيه وأكيد تحية للناس كلها متابعيني وكمان لأهل العراق كثير دعموني وكثير وقفوا جنبي شكرا كثير وبس حبت طمنكن عني بحبكم وغير هيك يعني خلاص رجالي على اليوتيوب يا غالي بكير فيديو جديد ترقبوا ترقبوا ولما أحضر الفيديو تابعوا يوم فيديو ننتقل حاليا لمحمد كريم يا حبايب واضح أنه وضايج وزعلان تنزل هذي اللي سوري تشان كاتب بي أنه لننسى هذي الأيام السيئة اللي مرت بيها بوحدي ما درس رح تنحبها بلكومنتاج شون توقعوا صاروا يا محمد كريم وان هل توقعوا صارت مشكلة بينه بأميرة أو لا ننتقل حاليا لمفاجآت اليوتيوبر بسبب أول شيء وهو أحمد أبو الروب وصبا نزلوا هذي اللي سوري يا حبايب دعالي من خلال لندي صوروا المقطوية بعض رح يكون عبارة عن مقطع أسئلة وطبعا سوري شوية يضحك فصبا تقول لي أنه يقول خطيبتي هو يقول صبا رح تكون لسوريات شوفوها كيفكم جايز أنا وصبا قديمة نصور فيديو أنا خطيبتي لو سمحت أنا وصبا خطيئ فاكتبونا أسئلة يا جماعة هون وحنجاوب عليكم ننتقل حاليا باريشتادة يا حبايب واخر رح ينزل مقطع بعدما هو يا حبايب أعلن أنه مسافر من تركيا الدولة لما نعرف من هي الدولة ولكن رح ينزل لحبايب بقطع فاكتب مقطع كلش مهم الساعة بالأربعة رح ينزل بجر فاكتبونا أحباب الكومنتات شكو أنتم متحبسين لهذا المقطع وصلوا هنا وصلت المقطع تبنطع عجيكم بفجرة وضبطة بلاكات وبس جانيكم فزي بخلص من كل الخصاص أحبكم مع السلامة